تحاول الحكومة العراقية بشتى الوسائل إعادة عجلة العمل والحياة لمؤسسات الدولة التي أصيبت بشلل بعد تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر خاصة بعد أن أعلنت العديد من النقابات إضرابات واسعة تضامنا مع المحتجين وزارة التربية ومثلها وزارة التعليم وما لهما من تأثير على قطاع واسع من الشباب تحاول تخفيف حدة التظاهرات من خلال إعلانها الدوام الرسمي وإلزام الدوائر بالعمل حيث وجهت مديريات التربية في بغداد والمحافظات بضرورة انتظام الدوام الرسمي في عموم المدارس فيما أعلنت وزارة التعليم إلزامها الطلبة والأساتذة بالدوام اعتبارا من الغد في جميع الجامعات والمعاهد ودعت عمادات الجامعة وإدارات المعاهد كافة إلى الالتزام بذلك نقابة المعلمين بدورها قررت تمديد الإضراب عن الدوام المدرسي للملاكات التربوية أسبوعا آخر في أبرز تحدي ورد على قرار وزارة التربية لم تكن نقابة المعلمين الوحيدة المعلنة عن نهج الإضراب حيث كانت نقابة المحامين قد أضربت لمدة أربعة أيام كما أعلنت نقابة الأكاديميين إلى استمرار الإضراب وأعلنت نقابة المهندسين الزراعيين في باب الاعتصام المفتوح قبل كل هذه النقابات كان كسر حضر التجوال الذي أعلنته القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات له دور كبير في فشل الخطط الأمنية الحكومية وبالتالي خروج المواطنين عن توجهات الدولة وإصابة مؤسساتها بالشلل دفعها إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من هذا الزخم الجماهيري وبين الخطط الأمنية بغلق الطرق ومحاولة إلزام الطلبة والموظفين بالعودة إلى الدراسة والعمل يبقى الشارع العراقي لأتحدى أوامر الحكومة والاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق المطالب